بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه الصلاة والسلام أهلا بكم أصدقائي وأحبابي متابعين قناة فارس البرمجيات على اليوتيوب لو حضرك بتشاهدنا الأول مرة لا تنسى تشارك في القناة وتفعل الجرس حتى يصل لك كل منشورتنا الجديدة شرحنا الدرس السابق العملاق mini tool partition wizard وتعلمنا كيف نحن عندنا مشكلة في الفلاشة كيف نقل المشكلة ديت وتعلمنا كيف نفرمت الهارد وكيف نوسع مثلا عندنا partition عايزين نوسعه وعايزين نضم partition على partition وشرحنا حاجات كتير مهمة جدا جدا تخص الهارد على برنامج mini tool partition wizard دوت كان الشرح السابق وهسيب لك اللينك بتاعه أسفل فيديو اللي ستشاهده الآن وشرحنا بردك في الدرس السابق كيف تحمل البرنامج وكيف تشغله وكيف تطلب السيريال مني أنا عماتا بردك هقول لك الموضوع دوت هسيب لك بردك لينك تحميل البرنامج دوت أسفل فيديو وبعد ما تحمله اضغط عليك لقيمين وتقول له استخرج إليه وتستخرج الملف فيفتح معاك الملف بالسيغة دية بالشكل دوت نضغط على الملف هتفتحه من هنا اول ما تجي تفتحه يطلب منك سيريال قلت لك عشان تطلب مني السيريال هتخش على المجموعة بتاعتنا على الفيسبوك او على الصفحة الشخصية هتقول لأنا عايز السيريال نومبر بتاعميني tool partition wizard او انت ممكن تعمله سيريش في فيجر واتجيبه من شان فعلا نشرح النقطة دية في الفيديو عشان طبعا ما حصلش انتهاك الفيديو بتاعنا انتهاك طبعا حقوق الملكية هتفتح معاك البرتشن هتفتح معاك البرنامج بالشكل اللي انت شايفه دوت والنهاردة هنشرح مع بعض ازاي تخفي من الكمبيوتر بتاعك اشتركوا في القناة طبعا لو فتحنا ماي كمبيوتر بالشكل اللي انت شايفينه دوت انا عندي تلات بارتشنات هنا هو عندي تلاتة بارتشن طيب انا دلوقتي مخلي اخر بارتشن ال ايه دوت وده هي حاجة اعتبر في امن المعلوميات او تحفظ البيانات بتاعتك بسرية تمت نحفظها ازاي انت عندك معده تأتي جدا الطفلين ي Bispero لكنها داشت صحابك دايما انت مثلا الكمبيوتر دوت خاص في شغل انت مثلا الكمبيوتر في الشغل يأتي matter وانت عندك مهمfte وشخصية ومضطر executive ان تضحطها عاكنا بتاع السوء انت مضطر تضوفها Project معاني مرجح وانت داياس ان اي حد عنده هاجه شخصية يخ temperatura على Bashar ويخاصةneh بفيا ويخاصة نcoon. امان جدا لكن لو انت مضطر انك تعمل حاجة زي كده ومش اعيز الحاجة بتاعتك توع في ايد المتطفلين تعمل ايه ممكن اخفي بارتيشن زي دوت هخفي ازاي دوت اللي هنعرفه مع بعض النهاردة في بيرنامج ميني تول بارتيشن ويزر لكن قبل ما اخش في موضوع الشرح ما تنساش تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام تنزل تشترك في القناة وتفعل الجرس حتى يصلك كل منشورتنا الجديد قاد البرنامج وجد البرنامج بتاعنا وهنيجي احنا عايزين نخفي البرنامج اللي اسمه ال اي هروح طبعا لمي كمبيوتر شوف البرتشن اللي انا عايزة اخفيه اسمه ايه لوكل ديسك هنا عندي السي والدي والاي طبعا السي مش ينفع نخفيه علشان دوت بتاع الويندوز انا عايزة اخفي انهوت ال اي فانت ينفع تخفي الدي او ال اي طب البرتشن دوت عند كبير ينفع صغره شرحنا في الدرس السابق ان احنا ممكن نعمل بارتيشن صغانطوت كده على جنب والبرتشن دوت نحط فيه الحاجات الشخصية بتاعتنا ونخفيه يبقى انت ينفع تعرف تعمل بارتيشن صغانطوت ارجع الدرس السابق وتعرف ازاي تعمل بارتيشن جديد تمام احنا نخفي ال اي دوت عندنا في الشرح بتاع النهاردة فاقف انهوت كليك اي مين على البرتشن اللي انا عايزة اخفيه وانهوت بارتيشن يضي الحرف اللي هو ال اي افعلي كليك اي مين وبعد كده هوت هاجي على موديفاي وبعد كده هقول له انهوت هيدين بارتيشن هقول له هيد بارتيشن زي ما انتوا شايفين انتحس ان البرتشن عندي اختفى لكن ما اختفاش فعليا لان انا لسه هنتغطش انهوت على كلمة ابلاي لازم نضغط على كلمة ابلاي علشان يخفي عندي البرتشن هنضغط ابلاي مع بعض ونشوف البرتشن عندي اختفى ولا لا اقول له طبعا يس انا عايزة اخفي البرتشن دوت زي ما انتوا شايفين هيعد معايا لحد مية وانتظر رسالة التأكيد اللي هجلنا منه زي ما انت شايفين ديت الرسالة اللي جاتلي بيقول لي اوكي هضغط النواط على كلمة اوكي واعمل منيمايز للبرنامج اصغره واروح اخش على مية كمبيوتر زي ما انت شايفين دلوقتي تم اخفاء بارتيشن عندي البرتشن بتاع الاي فعلا مش موجود يعني لو عندي اي حاجة مهمة اي حاجة شخصية على بارتيشن بتاع الاي كده مش موجود بانا عندي في كمبيوتر اتنين بارتيشن فقط طيب انا دلوقتي خفيت البرتشن والدلوقتي انا عايز اصطلع الحاجة المهمة اللي عليه او عايز اي مستند عايز اي بانات عايز اي داتا هعمل ايه هروح للبرنامج تاني اشترك الان بالقناة وقم بتفعيل الجرس ليصلك كل جديد ولا تنسى مشاركة المقطع ودعمه بلا واضغط على البارتشن اللي احنا خافناها واضغط اقعض على موديفاي واقول لك انهوت احنا بمرة هاتي تختاري اوعام fenomenلنا الحاجة العلامة ديت اللي هي علامة العين والالقي علامة اكس انا الوؤسط الان الان فل aparecer اليه الآخر اللي هي اضغط simplement据 انهوت على كلمة ابلاتوا Right اقول له اوكي وهروح اشوف البرتشن معايا اشتغل ولا لأ البرتشن عندي ما ظهرش طب ما ظهرش ليه هقولك بردك ما ظهرش ليه لو ما ظهرش معايا هعمل ايه هروح اقف عليه كليل كايمين وقف نوت على كلمة change letter هابدأ احط له اي حرف انا عايزه هنا بيتقدر تختار الحروف اللي انت عايزها انا اختار اي حرف انت عايزه من دول اختاره انا اختار مثلا هنا حرف اي واقول له هنا كلمة اوكي وارجع اقول له ابلاي اقول له هناك كلمة yes لازم ان اقول له ابلاي عشان اننفذ الامر اقول له اوكي ونروح نشوف هل اشتغل ولا ماشتغلش اقول له رفريشن هوت ماشتغلش معايا لا اشتغل ورجع معايا ظهر زي ما انتوا شايفين مجرد ما انا عملت الرفريش البرتشن ظهر معايا ولو فتحته هلاقي الداتا بتاعتي موجودة فيه زي ما هي هيت مفيش اي مشكلة يبقى احنا عرفنا النهاردة ازاي نخفي برتيشن من برنامج من برنامج من برنامج مني تول برتيشن ويزارب عشان خاطر احفظ الحاجات المهمة بتاعتي وطبعا عندنا شروحات كتير جيدة على كونفرس البرمجيات في جميع المجالات اتمنى ان انت تصفح القناة وان شاء الله بازن الله هتلاقي حاجات كتيرة من الاعجابك واحطي لك بردك تحت الفيديو في صندوق الوصف الشرح اللي فيها بتاع برنامج مني تول برتيشن ويزارب وازاي لو انت عندك مشكلة في فلاشة او عايز تعمل لها صفت بردك تحلي المشكلة دات من برنامج مني تول برتيشن ويزارب طبعا حطي لك اللينكين دول اسفل فيديو ان شاء الله لاتشاهده الان وبردك جدت الفكرة دلوقتي هعملها لك ان انا هعمل لك قايمة من قوائم التشغيل في قوائم التشغيل بتاع القناة هسميها مني تول برتيشن ويزارب عشان لو انت حبيت ترجع للدروس ديت في اي وقت يبقى انت بردك عارف ترجع لها ازاي كان معكم اخوكم من فرس اسام طمتم في رعاية الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشترك الان بالقناة وقم بتفعيل الجرس ليصلك كل جديد ولا تنسى مشاركة المقطع ودعمه بلا اشترك الان بالقناة اشترك الان بالقناة